نستقبل زميل عزيز محمد ديك اللي بيشترفنا للوقت نتعرف منه على الصحافة بقى تناولت فوز النادي الاهلي النهاردة ازاي؟ بقى التحية لكة العيمان وتحيات الكواتن الكبار مبروك لله مبروك للفوز وأحسن ختام لدور مجموعات صحيح ده أبرز العنويل اللي كانت في الصحافة بعد مجموعات النهاردة يمكن حساب الاتحاد الرسمي للبطولة الكاف قال للأهلي أنهى البطولة في دور المجموعات في القمة بهدف حسين الشحات من حساب دوري أبطال إلى صحافة جنوب أفريقيا اللي رقزت على بيرستاو النهاردة بيقولوا أن أهلي بيرستاو استطاع أن هو يحافظ على القمة بدون هزيمة سجل خالي من الهزيم كمان من صحيفة سوكر بلوما بيتكلم برضو أن الأهلي حافظ رسميا للأهلي على قمة المجموعة من جنوب أفريقيا إلى الصحافة المصرية كله يتكلم على مسك الختام والصدارة المجموعة يمكن الوطن هنا يتكلم على الأحلى الخواتيم الأهلي يسقط يانج أفريكانز وينفرد بصدارة المجموعة بعدها بوابط الشروب يتكلم على هدير حسين الشحات اللي حضركم اخترتوه يعني من أحسن اللعبة كان نهاردة في المباراة بعدها موقع الفجر الأهلي يحكم سيطرته على دور الأبطال وتصدر المجموعة بفوز جديد على يانج أفريكانز الأخبار المسائي بيتكلم أن النادي الأهلي خاد 6 مباريات في دور المجموعات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم بيتكلم كمان بوابط الأهرام الأهلي يتقاهل لدور الثمانية بعد هدف حسين الشحات وآدت المباراة رفعت رصيد النادي الأهلي للنقطة 12 وينج أفريكانز بعديه في المركز الثاني ب8 نقاط يلا كما بيتكلم على الرقم القياسي بيقول الرقم للنادي الأهلي متحقق من 2019 النادي الأهلي آه لم يتصدر المجموعة وكمان بيتكلموا على كان آخر حاجة المباراة دي هي بروفة قوية لمباراة الزمان لحضركم تطرقت لجزء منها في المباراة الجمعة القادمة إن شاء الله إن شاء الله في الجول برضو بيتكلم على رقم قياسي برضو لم يتحقق من 2008 اللي هو برضو عدم الهزيمة نفس الرقم يا كابتن السنة دي الأهلي دعب 6 مطشاة في دور المجموعات كيسي في 3 مطشاة وتعادل في 3 مطشاة هو ده اللي حصل في 2008 من المفرقات العجيبة كمان اللي في 2008 كان الكابتن أحمد بلال حتى منزل صورة التشيرت بتاعتي على الستوري البطل إن شاء الله ربنا يكبنا إن شاء الله ونحقق اللقب الـ 12 مارسي الكولر برضو الكولر بلاص بيتكلم على إنجازه برضو في منقاراتها بمالو الجزيه لعب 6 مطشاة كسب 3 أو تعادل 3 اللي هو اللي حقق في 2008 بقيت الأرقام القياسية برضو اللي تكلمت بعض الزملات تكلموا فيها اللي هذه الأهلي اللي المرة الثالثة في تاريخه يتخطى دور المجموعات بلا هزيمة حقق في 2005 و 2008 و 2024 و إن شاء الله يكون من نصبنا المرتين في 2005 و 2008 كان من نصبنا اللقب إن شاء الله في 2024 و 23 إن شاء الله يكون من نصبنا اللقب برضو بتكلم إن النادي الأهلي لعب 8 مطشاة لحد الآن في البطولة الحمد لله لم يخسر أي مباراة ويمكن في رئتين بس يا كابتن اللي هم مخسروش معنا لغاية وقت لسه مكرة قد يحدث ويستمر النادي الأهلي إن شاء الله على الصدر بترو أتلتكو الأنجولي وقاسك مموزة الإفواري الفيرتين الواحدين لغاية دلوقتي لحد دلوقتي مخسروش ولا مباراة مع الأهلي بكر عندهم مطشاة فممكن النادي الأهلي إن شاء الله يستمر الواحده في هذا السجل كويس برضو بتكلم على النادي الأهلي بحسبة الرقم بس صدر دلوقتي الكابتن بلال وضح لنا كده في الفاصل إن في تساوي ما بين يونج أفريكانز سوري بين سانداونز ومزينبي حتى بيقول في الأرقام تقريباً واحد لو هم تساويوا بكرة يعني تعادلوا والنقاط زي بعض والأهداف زي بعض وحتى تسجيل الأهداف زي بعض الوضع إيه؟ لكن صعب خالص نتكلم كده في هتدخل بعد كده أعتقد خش في الزارات وطرد دي الحل الأخير لعب النظيف ودي حسبت قبل كده في كذا بطولة رسمية مزبوط النادي الأهلي قصد الاتحاد الأفريقي يأخذ على هذا النظام فكرة طالما أنت عندك الأهداف والمغارات واللقاءات والأهداف المسجلة واللقاءات وبشرى فأنت بتنظر للعب النظيف نفرض لهم تساوي كمان يبقى أرعى بقى؟ غالباً تبقى أرعى أرعى مباشرة في آخر حال وإن شاء الله ما توصلش كده اللي هو صندوونز عنده المباراة على ملعبه وعنده تار مع مازنبي اللي هو خسر أبلي كيلة المطش اللي في الهناك في مازنبي كالخسران فأعتقد صندوونز عنده كمان أفضلية كمان اللي النهاردة لإتحاد الدولي لكرة قدر أعلن جزء شوية من تصفيات كاس العالم الأندية جزء بتاع كاس العالم الأندية فصندوونز بكرة لو كسب سبسر سيضخش على طول إذا أهلي والوداد وصلوا للنهائي حالة وصول الأهلي والوداد للنهائي حالة أهلي والوداد وأحد فيهم كسب البطولة صندوونز ستآهل قرب بالتأهلين بالضبط الفتي الأهلي والوداد متآهلين لو حد فيهم وصل لكاس العالم اليوصل للنهائي وحق صندوونز سيخش معنا في لعبة كاس العالم مالتي من الحاجات التانية الأرقام القاسمة ميازة للمرة الرابعة على التوالي النادي الأهلي يخرج بشباك نظيفة وديه ثلاث مباراة لمصطفى الشوبير في دورة الأبطال ومن الأرقام برضه حضرتكم تكلمتم فيها عن مصطفى الشوبير برضه من النجوم المباراة النهاردة لثلاث مباراة على التوالي يخرج برقم بشباك نظيفة برضه رقم مميز دي حسين الشحات وصل الهدف رقم 20 في دورة أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي ليعادل رقم وليد سليمان قبليه ثلاث لعبة الكابتن عماد متعب كابتن أبوتريكا الكابتن محمود الخطيب برضه من الحاجات المميزة أن النادي الأهلي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية التنزانية على ملعبه تحديدا على ملعبه لعب 12 مباراة حقق الفوز في 11 ويتعادل في مباراة واحدة برضه من الأرقام المميزة مارس الكولر يحقق الانتصار رقم 59 في جميع مسابقات مع النادي الأهلي كمان مارس الكولر يحقق انتصاره رقم 14 مع النادي الأهلي في 22 مباراة بدوري أبطال أفريقيا آخر حاجة الأهلي يحافظ على نظافة شباكه للمرة 16 تحت قيادة مارس الكولر 16 مباراة بشباك نظيفة في 22 مباراة 22 مباراة منهم 16 مباراة النادي الأهلي مع مارس الكولر يحقق بشباك نظيفة وده يدل على قوة خط دفاع النادي الأهلي وصلابة حراس المربع ونتمنى إن شاء الله مزيد من امتصارات النادي الأهلي في الفترة القادمة عندنا مبرأة مهمة جدا يوم الجمعة وإن شاء الله النادي الأهلي يفرحنا ويحقق امتصارك العادة دربي مهم ده بالزبط يعني ده إن شاء الله نكسب فيه بإزد الأربع شكرا لك كابتن أيمن وتحيات الكواتل الكبار شكرا يا ديك شرفتنا كالعادة شكرا لك